يستهدف الملتقى والمعرض الدولي إذن للصناعة طرح أفاق النهوض بيئة صناعة المصرية وتوطنها في ظل الضغوط الاقتصادية المختلفة وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشركات المتبادلة وتبادل الخبرات ودعم المبادرات التشاركية وريادة الأعمال تمكين الشباب والمرأة وزيادة الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات العربية والإفريقية والدولية بيستهدف الملتقى عرض قوة الصناعة المصرية التي تعد أهم قطاعات الاقتصاد وقاطرة له وترحي المشروعات التنموية المصرية التي تنفذها الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع بما يقدم مجهودات الدولة في عملية التنمية والوصول بها إلى تنمية مستدامة تم تحديد صلاطين للعارضين المشاركين في هذا الملتقى الذي يستمر من 28 حتى 30 من الشهر الجاري أكتوبر 2023 في الملتقى بمشاركة عدد من الشركات في جميع الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات وتضم الصالة الأولى للشركات العاملة في قطاع الصناعات مواد البناء، التطوير العقاري، الصناعات المعدنية مبادرة حياة كريمة ومجهودتها في بناء بنية تحتية أساسية في القرى والنجوع المصرية قطاع مكفحة الحريق ونظم الأمان وأيضا الصناعات الهندسية وصناعة الكهرباء والطاقة والتحكم أما الصالة الثانية في المعرض الدولي الثاني للصناعة فهي الشركات التابعة لقطاع الصناعات النسيجية صناعة الملابس الجاهزة، المفروشات، صناعة الأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، وصناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة منتجات الأخشاب والأساس ووزارة التضامن الاجتماعي والصناعات الكيميوية، وصناعة الجلود، ودباغة الجلود إذن هو الملتقى الثاني للصناعة بمستلزماته المختلفة وأيضا برؤى مصرية